مندفعين خلف العناصر الهاربة يواصل أفراد الجيش الوطني مطاردة الميليشيا خلف هذه الكثبان الرملية وبعد تحديد ساعة الصفر انخرط الجيش الوطني بمحافظة شبوى في معركة تخليص ما تبقى من المدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية بعد أن شن هجوما واسعا ضد معاقل الميليشيا حددت ساعة الصفر وتم التقدم والله الحمد خلال ساعات بسيطة بحمد الله سبحانه وتعالى تم السيطرة على العلم السلام عملية خاطفة استطعت قوة الجيش الوطني من خلالها إحراز تقدم في الجبهات التي خاضت فيها مواجهات في مديرية بيحان وعسيلان وهو ما وضع المحافظة على عتبات الخطوات الأولى في طريق الخلاص من الجماعة الانقلابية حسمنا المعركة بأقل وقت باربع ساعات عدد القتلى كبير جدا هناك جرحة هناك أسرى هناك غنائم كبيرة جدا موقع نقطة السليم ومحطة العلم ومنطقة الساق ومن ثم الوصول إلى الطريق الإسفلتية بين مدينتي بيحان وعتق هي أبرز ما سيطرت عليه قوات الجيش الوطني بالإضافة إلى تمشيط مداخل شعاب عينة وجبال آل سالم وشعب السويداء والمنقاش والميدان قوات الجيش الوطني تقول إنها هاجمت عددا من مواقع الجماعة الانقلابية بغطاء كثيف من طيران التحالف العربي كما تروا أمامكم هذه الجبل الشايقي الذي تم الاستعادة عمس من أيدي القلبية لها أهمية استراتيجية يتمثل هذا الخط وقطع الإمدادات عن الحوثيين وموجودين في الصفراء ووفق مصدر عسكري فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خط الإمداد عن الميليشيا القادمة عبر محافظة البيضاء وكذلك القادمة من مأرب إلى شبوة كما أكد المصدر أن المواجهات العنيفة مستمرة في بعض الجبهات حتى استكمال تحريرها بعد مضي أكثر من عام على تحرير معظم مديرية المحافظة من سيطرة الميليشيا وحلفائها الموالين أصلاً للرئيس المخلوع اشتركوا في القناة